السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا اليوم عندنا شرح عن كيفية ضغط الفيديوهات وتقليل حجمها اعتقد كثير منكم عنده فيديوهات حجمها كبير ويريد يقلل الحجم تبعها من شان الارسال ومن شان مساحة التخزين في الجوال واكثر ما يأخذ مساحة اه هو تصوير الجوال يعني عندما تصوير في الكاميرا تقريبا دقيقتين بيأخذ منك من 200 ميجا الى 400 ميجا وهذا الحجم اكيد كبير لذلك جبت لكم هذا البرنامج برنامج يعني استخدام سهل والبرنامج مهكر طبعا اضحط لكم الرابط حق البرنامج في الوصف اول شي تدخل على البرنامج عندك الخيارة الاول تقطيع وضغط يعني بتقدر تضغط فيديو واحد عندك الخيارة الثاني ضغط جماعي يعني تحدد مجموعة فيديوهات بتضغطها بنفس الوقت بس بيتأخر يعني عندما تضغط على فيديو فيديو بيكون اسرع من الضغط الجماعي بنختار اول خيار ويطلع لك اه الملفات اللي فيها الفيديوهات تبعك بتختار الملف اللي فيها الفيديو اللي تريد تقللن حجمه طبعا مثلا عندي هذا الفيديو منه ستة اشر ثانية وحجم الفيديو اه اربعة وعشرين ميجا طبعا هذا تصوير كاميرا تضغط على الفيديو وعندك هنا اه يعني اه لاي دقة تريد تضغط الفيديو عندك تقدر تضغط الفيديو الدقة بيكون دقة ثلاثمائة وعشرين او ستمائة واربعين كله على حسب الفيديو اذا كان الفيديو دقة عالية بيضغطها لك تسعمائة واربعين تقريبا طبعا احنا بنخلي بنفس الدقة ستمائة واربعين تمام اللي هي بتكون اعلى دقة لهذا الفيديو وبعدها بتضغط هنا على على هذا العلامة علامة المشاركة بتسوي هفظ في المعرض طبعا ننتظر الوقت ما يخلص والافضل انك تخلي الشاشة او تخلي التلفون مفتوح على هذا الشاشة تمام لانه عندما بعض وقت عندما تخرج من الشاشة بيتوقف الضغط وانتظر الان خلص طبعا شوفوا قل الحجم الفيديو من اربع وشرين ميجا لحجم ثلاثة ميجا اكيد فارق كبير تمام طيب انت بتقول لي الان اذا عندي فيديو الدقة عالية واريد اضغطها بس ما يعني خايف ان الدقة بتقل انا بالنسبة لي ضغط ادت فيديو وما لاحظت فارق كبير بعد ضغط الفيديو بس انت ما بتخسر شي اضغط الفيديو تمام وبعد الضغط الفيديو المضغوط بيكون محفوظ في ملف الحالة والفيديو الاصلي بيكون اه مكانه تمام طبعا بعد الضغط اذا مثلا تريد تحذف الفيديو الاصلي بتسوي هنا على علامة الحذف وبي يحتذف معك اه اما اذا كان بس لازم يكون الفيديو الاصلي في في ذاكرة التخزينة الداخلية اما اذا كان في الذاكرة الخارجية حتى لو سويت حذف ما يحتذف معه طبعا اذا تريد تحذف الفيديو الاصلي تسوي حذف حسنا وبي يحتذف معك تمام اه وهذا كان شرح اليوم ان شاء الله الصفات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة